محمد عبد الله الرويبخ من محافظة تربة العمر 34 وجودي لمحبة والدي للشعر كانت هي الدافع لكتابة الشعر كنت أصيغ القصيدة باسم شعراء آخرين لأراء ميوله واندفاعه فإن مدح فهي لي وإما مدح فهي باسم الشخص اللي اتهم بها الشعر هو منفذي الوحيد أنادم به المجتمع الشعر يعتبر لي أنا هو أكسجين تجربة الشعرية هي تجربة شعر متواضع أمبت من المجتمع رسم المجتمع في قصايده أتيت إلى برنامج المعلقة لأضع بصمة وشعر يحمل اسم الشعر محمد الرويبخ الشمس لا عدت براس الجبال يجبين الشمس لا عدت براس الجبال يجبين وقامت تسلق عليه وتكبر أحلامها تقول جمرة غضم في مجمرة أبو اثنين شيخ الجمالين فارسها ومقدامها طرقت باب الصباح بكلمة الله يعين وسرجت من كنصل والنار فانسامها من قو ما هي بتضرس في الجام ويلين تمشي طروس ولا شناب بالجامها يعنها مجد مخلد وعز من دفين وقامت مثل الأصائل من تطشامها حتى الهواء من وراها يشقر شقرتين كأنك تشقل هوا بالشلف قدامها حتى الهواء من وراها يشقر شقرتين كأنك تشقل هوا بالشلف قدامها من ديرة بين ضلع وحرة وواديين أول مضابيحها وأول تهمهامها عرضتها عالم الشعار قبل سنتين وراحت يسابق نظرها حافرة قدامها الشعر شيخ الكلام الشعر شيخ الكلام وسلوت الطيبين يستلهم الأنفس ويكتب عن الهامها مش عاف ظول المجالس بل كلام السمين ومرجاحها للسن وصلقتها وهندامها يوخذ الشدات صدمات الزمان أكسجين وتسنها البدو للدنيا والأيامها الوقت يحتاج له سطوة وجنب المتين وعزم عليها الخشوم تكسر عرامها ونكلح ابنابه بتلقى من الغانمين روس عليها المدايح تحفي أقلامها بشوت أكمامها ظل على الآخرين وبشوت أضلالها ما يمن أكمامها والفزعة اللي اللي يحتجنا لها ما تبين شره على من ترجاها وملامها اللي ما يعطيك وجه لو عطى الفرق دين ما أطاك من قدر نفسك ربعا ما ضامها سلامتكم شكرا لك يا محمد على هذه القصيدة الجميلة بعنوان الشعر شيخ الكلام يعطيك ألف عافية احنا ننتقل الآن لحشان نسمع عراء لجنة التحكيم ما تفيد هالنصايح ولا ما يفيد أنا أنا في حاجة النصايح أول شيء والشعر اللي يشوفه لو ننصح هالف نصيحهم هم استفيد منها ما نهرجه بس أنا عندي لا تسميها نصيحة سمها راي أخاف عليك من حاجة وحدة ما بيك تعقد الشعر أنت تقدر الشعر السلسة الصحيحة الفطري وما أنت في حاجة تعقيد الشعر أنت قل لي الكلام وهو يصير شعر عافية تاسم تاسم الله يجعلنا أنت تابعا لستان فهد عافت أهلا وسهلا يا مراه أنا ألتقيك الآن لأول مرة وأنا منبهر ومعجب وطاير من السعادة والفرح تاسم لهذا الشعر قصيدة كونية فيها من انطلاقات أو من طرائق المتنبي في صورة ثم الالتواء العظيم إلى المدح قصيدة فيها مشهد تبدأ بمشهد سينمائي بديع الشمس ثم تذهب فجأة تقول جمرة غضاء في مجمرة أبو اثنين يستحق المديح تنطرق الحكمة سادرة الفزع هاللي اللي احتجنا لها ما تبين شرع على من ترجاه هم اللام نعم هاللي ما يعطيك وجه لو أعطى الفرق دير ما أعطاك من قدر نسك ربع ما ظهر نعم نعم شعر عظيم عندي ملاحظة عليه أني ما لقيت ملاحظة على هذا الشعر تسلم أبو عبد العزيز تسلم 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 أبو عبد العزيز تسلم أبو عبد العزيز أستاذ مدغم الكلمة عندك مارحب ومسهلة مارحب صح لسانك صح بدنك قصيدة اللي قدامي قصيدة عظيمة ضخيت فيها من الكلمات ما يعادل عشر قصايد الله يسلم وهذه لازم توزن بوزنة فنية الكثرة والقلة تحتاج وزنة فنية الكلام اللي في القصيدة كله في مكانه كل كلمة في مكانه محمد القصيدة ما عندي فيها كلام أنا ما عندي فيها كلام عندي كلام في غير القصيدة أنت مدرسة جديدة في الشعر عسل الله أنت تدري عن الشيء هذا ولا ما تدري والله مدري وحندا أنا أقول تصوري الشعر اللي قدامي والقصيدة اللي قدامي والنهج اللي قدامي نهج جديد في القصيدة النبطية الشعبية النهج هذا يا محمد نهج جديد وفكر متقدم يعني أنت المدرسة اللي أمامي مدرسة متقدمة عن المدرسة الحالية بعشر سنوات الله يسلمك يا أبو فحل أيوة أنا ماني بسعيد بهذا أدري أنا ودي أنك أيوة نرجع شوي رجع السحابة فوق الحقل وخلها تمطر يثمر على الحقل ونستمتع حنا ونستانس ونعين خير وبسوي لي حقل تحت السحابة ممتاز حلو 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 ترجمة نانسي قنقر